أنت تعاملت مع مدربين مصريين ومدربين أجانب ارتحت مع مين أكتر؟ كل مدرب يعني اللعب المصري بيرتاح في حاجات معينة المدرب الأجنبي ما يعرفش حاجة عن الاتباع الشرق خالص ما يعرفش حاجة اسمها طيبة ولا حنية لا استريت على طول ويعرف الشغل شغل والكلام ده كله إحنا ساعات بنتغاضى عن حاجات ونفوت لبعض والكلام ده كله لا المدرب الأجنبي بيحب شغله جدا أنا عن نفسه كنت أحب أتعامل مع المدرب الأجنبي بأول يعني وأحسنهم كان ما بيحبش وكرك بسامير آه بالضبط هو بيحب شغله قوي المدرب المصري فكره قريب من الفكر اللعب المصري ويقدر يخش جواه بسرعة لكن الأندية الكبيرة ما ينفعش معها مدرب مصري زي الأهل والزمالك والإسماعيلي والأندية اللي بتنافس ما ينفعش معها مدرب مصري أو السياسة بتاعتها المنظومة اللي جوا ما تنفعش معها مدرب مصري فترة طويلة ليه طيب؟ إن هم متعودين على النظام قوي يعني مثلا ندي مثلا نادر أهل نادر أهل متعود على النظام والصاب والعقاب والكلام هم جواهم الأجانب فيهم حتة دي مزروع فيهم إن هم ملتزمين جدا ما بيعرفوش جمله بيحاولوا يلعبوا على المكسب على طول عندهم الدوافع إن هم ياخدوا بطولة كل دي مزروع جوا المدرب الأجنبي بطبيعته فبتيجي قريد أنت لما بتيجي تعاقد مع مدرب كويس وعايز تاخد بطولات زي النادي الأهلي رقم واحد بتجيب مدرب أجنبي مدرب أجنبي فدي بتبقى الميزة المدرب المصري عندنا مدربين أكفاء جدا يعني أخير ما اتمرنت رحمة الله عليك كابتن محمود جهر علمنا إزاي إن إحنا نلتزم علمنا إزاي إن إحنا نكسب علمنا إزاي إن إحنا نحافظ على بلدنا ونقدر إحنا نجيب بطولات ونقدر إحنا نقدم مستوى فني وبدن على أعلى مستوى وبيقدر يطلع من كل لعيب على قد ما يقدر المستوى الفني بتاعه وبيحفزك المباراة قبل ما تلعبها ويحضرك للمباراة من التدريبات ويحببنا ببعض وجو الأسري والشعر اللي أنا كلمت عنه ده موجود بالإضافة طبعا للجانب الفني نواة كان عبكاري وقدر نواة يعمل كذا جيل وخلنا نحترف كلنا بعد بركينا فاسه فكل دي برضو ميزة في المدرب المصري